إذا ترزلت الأرض زالها وما خرجت الأرض أتقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أم حالها يومئذ يصدر الناس عشتاة ليررع لهم فمن يعمل لفقال برة غيره فمن يعمل لفقال ذرة غيره ومن يعمل لفقال ذرة شريره والعاليات خلقا فالمغيات خلقا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فعسقن به جمعا إن الإنسان لربه لك نرود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعدها ما في القبور وحصنا في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لطبيل بسم الله الغارعة بل قارعة وما نراك بل قارعة يوم يكون الناس كالفعاش المبتور وتكون الجبال كالعلم المنفو جبال ما منتقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من قفت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من قفت موازينه فأمه ماوية وما أدرك ما هي أحلام حامين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نلعبت عليهم وعير المغطوب عليهم على الضالين آمين بسم الله ألا كنتكاتم حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون وعلم اليقين لترعن الجميل ثم لترعن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ علي النعيم بسم الله بسم الله بسم الله والعصر إما الإنسان في قسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحب وتواصوا بالصب بسم الله وإن لكل همسة همسة للذي جمع فاله وعدده ويحسب من فاله أولده كلا لا يعملن في المقبة وما أدراك فالمقبة لا الله الموغدة الذي تطلع على الأفئلة إنها عليهم محصلة وفي عبد ممدد بسم الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في فضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترمينا ترمينا بفجارة من سج فدعاهم كعصف من قرون سلام دينا في قريش دينا في رحلة الشتاء والصحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خرور الله أو أطهار أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن القحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراق المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وعيد المغضوب عليهم وطولين آمين رأيت الذي يكذب بالدين فذلك النبي يدعو اليتيم على نحض على طاق المسكين فعيل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهمون الذين هم يراهون ويذنعون الباعون إنا أعطيناك الكوثع فصل لربك وانفع إن شانيك هو الأبثع قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعمدون ولا أنتم عابدون ما أعمد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعمد لكم دينهم وليا دين الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقل وصراط الذين أنعمد عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين الرحيم حمد لله رب العالمين الرحيم إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا وتب تبت يدا في نهب وتب ما أغنى عنه ما هو ما كسب سيصلى ناراً غنباتنا وامرأة محمالة الحقبة في جيدها حبل من مسل قل والله أحمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له أفوا أحمد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسد إذا وقل ومن شر النفاتات في الوطن ومن شر قاسد إذا حسد الله أحمد الحمد لله رب العالمين ومأمال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين لن عمد عليهم ويل المغطوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إذا للناس من شر الوسوى سلق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أحمد سمع الله لمن حمد صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتعفد في الجنة بكمال الجنة تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأقوان عن التخصيل والإجمال تخذيرا وتبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا صدق الله الأكوان الوطر والوهاد الذي خضعت لعظمته الربا وذلت لجبروته الشباء بالسعاد بالطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبي به وكيلا صدق الهاته إليه سبيلا صدق الله ذو الجلال والإكرام الجلال الذي لا يرام والعزيز الذي لا يرام القيم الذي لا يرام له الأسباب العظام والأفعال الكرام والإفطال والإنعام والضياء والظلام لا إله إلا هو الملك الهدوس السلام اللهم لك الحمد كما أليتنا للإسلام وعلمتنا الفكمة والقربان ولك الحمد على ما إسهرته من صيام شهره مقال وقيام وإلى وجه كتابك العزيز اللهم إلا عبيدك بنه عبيدك بنه إمارك نواصينا بيدك عدل فينا قضارك ماض فينا حكمك نسألك اللهم يا ربنا بكل نسك هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به علم الويب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وناء أحزاننا وناء قموبنا وقموبنا اللهم اجعلنا لأوامره ونواهي خاطعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولدواهي حائزين اللهم اجعله لضروعنا غياء ولأسقارنا دواه ولأبصارنا جلاه ولذنوبنا ممحصا وعندنا لهم خلصا اللهم ألبسنا به القلل وأسكدنا به القلل وأسقق علينا به النعم وأطبعنا به النقر واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا من من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم يا سامع الصوت ويا مدرك الفعود ويا ناسي العظام نعمى من المعنى من المعنى يا واحد يا نهد يا نهد يا صمد يا نعمى المولى والسلم اللهم لا تجعلنا في ميلتنا هذه ذنبا إلا وفرته اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا وفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مغتلا إلا عافيته ولا قرارنا إلا قبيته ولا قرارنا إلا هديت ولا سائلا إلا أعطيت ولا أحاة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها واستغتها يا رب العالمين اللهم إلا نعوه بك من علم لا ينفع ومن قدل لا يخشع ومن عين لا تذنع ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجامل اللهم إلا أسألك موجبات رحمتك وعزائم أغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كله والسلامة من كله الله أرغم أصدق لنا دينا الذي هو عسمة أمرنا وأصدق لنا دقيانا التي فيها معاشنا وأصدق لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أغفر لها باقينا وعوهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصالا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر له والأمر وعافره وعفر عنه وأكره نزله ورسع نقلهم وأصلهم بالماء والثل والحرد ولعبهم من القطايا والذنوب كما ينفتهم الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات يمسالا وبالسيئات عفوا وعفرانا وارحمنا الله ويا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم محمد إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنصر عيادك الصالحين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعيدا ومعينا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فرفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشقله بنفسه واجعل تذبيرا وتذبيرا واجعل الدائرة عليه رب العالمين بلاء ما زلت من الأقدام وغربنا في المعاصي والأثام بلاء ما زلت من الأقدام وغربنا في المعاصي والأثام وإنا مفرون باللساءة على أنفسنا نرجو عظيم أخوك نرجو عظيم أخوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤمنون فارخا طبوعنا فارخا طبوعنا واجهر قلوبنا واخذر بالصالحات أعمالنا اللهم إنا تولينا تولينا صيام شهر رمضان وقيامه بتوصيل منا وقد أذينا قليلا من كثير وقد لجأنا ببابك سائلين وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا ترد الله يا رب العقائبين يا حي يا قيمون يا حي يا قيمون لا تردنا قائبين ولا من رغمتك أليسين نحن الفقار إليك والأسراء بين يديك إليك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرعنا فرقا مضوعنا واجبر قلوبنا وابقل صيامنا واجعل عملنا مقبولا واجعل عملنا مقبولا واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا ربا تغربا منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت الدوام الرحيم اللهم صل على نبينا محمد ما بكر كذاك وولا الأبرى وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والله وصل على نبينا محمد وعلى المهادرين والأمصار سبحان ربك رب العزة عن ما يصركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر اشتركوا في القناة